يوم صعب في لبنان تقييمك لما قد يجري هناك أولا شكرا لكم مرة أخرى على الاستضافة وشكرا تحياتي لضيفك أيضا الأستاذ عماد ما يجري في الواقع هو ليس بعيدا وشادا عن تسلسل أحداث منذ الأيام الأولى التي تلت السابع من أكتوبر وقبل أن يبدأ الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة كتبت قائلا بأنه سيكون هناك هجوم على غزة وسيكون هناك هجوم أيضا على لبنان العامل الأكبر في كل ذلك هو أن قادة ما يسمى بالتجمعات السكانية أي المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة إلى الجنوب من لبنان كانت لهم رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية ولرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمن نتنياهو بأنهم لن يعيشوا تحت كابوسي ما يحدث أو ما حدث في التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة ولذلك فإنه وضعوا هناك شرطة للحكومة الإسرائيلية بأن تتعامل مع حزب الله منذ ذلك اليوم منذ يوم الثامن من أكتوبر السؤال وطبعا الحكومة الإسرائيلية متفقة معهم في هذا السياق ولهذا تم إخلاء التجمعات السكانية في شمال إسرائيل وتم أيضا عندما تم استدعاء قوات الاحتياط للجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت كانت بحدود 360 ألف جندي إسرائيلي نصفهم تمركزوا على الحدود الشمالية السؤال كان إذا كانت العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ستحدث بالتوازي مع ما يحدث أو ما حدث في قطاع غزة أم بالتوالي يبدو أن العقل الإسرائيلي فكر بأنه من الأفضل لهم أن لا يفتحوا حربا مفتوحة في تلك الأثناء وأن يتفرغوا له قطاع غزة أولا ويبدو أن هذا ما فعلوه واليوم هم في صدد الهجوم على جنوب لبنان تفكيك قدرات حزب الله العسكرية لكي من وجهة نظرهم لكي لا يكون هناك كابوس يعيش تحته سكان التجمعات الشمالية دكتور عماد أريد أن أتعلم